وسط استمرار أنقرة تحشيد نفوذها في طرابلس بإرسال الألاف من المرتزقة والعناصر المتطرفة من سوريا وتونس وتمهيداً لدخول عناصر صومالية على الساحة فضلاً عن وصول أنواع مختلفة من الأسلحة والمعدات العسكرية من أنطاليا إلى قاعدة عقب بالنافع الجوية بطرابلس أصبحت ليبيا محط اهتمام الكثير من الدول العربية والأوروبية تخوفاً من تفاقم الأزمة الأمنية في البلاد الأمر الذي يهدد الأمن القومي والإقليمي لتلك الدول وبالخصوص أصدر الدول الاتحاد الأوروبي بياناً أعربت فيه عن قلقها من التهديدات الناتجة عن الغزو التركي لليبيا حيث طالب أعضاء الاتحاد بضرورة توقف الصراع في البلاد منوهة بأن جميع المتغيرات على الساحة الليبية تعد تهديداً خطيراً للأمن القومي والإقليمي ما يخلق مزيداً من التصعيد العسكري فيما شددت على ضرورة إخراج المقاتلين والمرتزق خارج ليبيا كخطوة أولى لإحلال السلام في المنطقة ومن جهة أخرى تسعى دول الجوار إلى وضع آلية لوقف إطلاق النار والعودة إلى التسوية السياسية حيث أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على دور بلاده في تعزيز فرص تحقيق الأمن والسلم في ليبيا منوهاً على مواصلة تكتيف الجهود للقضاء على الجماعات الإرهابية في المنطقة على وجه العموم وليبيا تحديداً للحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي كما عبرت الإمارات عن رفضها القاطع للدور العسكري التركي في ليبيا خاصة وأنه يعرقل من فرص وقف إطلاق النار فضلاً عن إعاقة جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى تسوية سياسية وسط تقديم تركيا كافة الدعم للتنظيمات الإرهابية وتهريب الأسلحة الثقيلة والخفيفة إلى طرابلس كل هذه الاستنكارات جاءت لوضع حد لغطرصة أنقرة في الشأن الليبي وزجها بالجماعات المتطرفة للوصول إلى أطماعها الاستعمارية عبر تثبيت وجودها على أبرز المواقع الاستراتيجية في البلاد والمتمثلة في الموانئ والحقول النفطية